غرور أو اغترار معناها في اللغة رايح في اتجاهين الاتجاه الأول بمعنى المخادعة بمعنى المخادعة فيقولون الغرور هو الشيطان لأنه مخادع وأصد الغرر المخادعة واحد يضحك عليك فده اسمه غرور ده غرك دحك عليك والمعنى الثاني الجهل ولذا النبي صامناها عن بيع الغرر اللي هو بيع الجهالة والعز بن عبد السلام رحمة الله عليه بيقول في أصل كلمة الغرور قال وأصل الغرور هو الجهل أصل الغرور هو الجهل فإذا أنا عندي الغرور مبنى على معنين معنى المخادعة ومعنى الجهل والاتنين مرتبطين ببعض جدا فالإنسان لا يغر إلا إذا كان جاهلا الإنسان لا يغضع إلا إذا كان جاهلا وهنا لب معنى كلمة الغرور اللي هتمشي معانا وإحنا ماشيين مع بعض النهاردة في الحلقة إن الغرور ده هو عبارة عن مخادعة من النفس أو من الشيطان أو من الأصحاب بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورة يوحي بعضهم إلى بعض زخروا فالقول غرورة هنجد النهاردة إن كلمة الغرور اللي وردت في القرآن مبنىها على المخادعة مبنىها على المخادعة يوحي بعضهم إلى بعض زخروا فالقول غرورة العلماء بيقولوا إن هم كانوا بيجيبوا القول الباطل ويحسنوه ويجملوه علشان يغروا الناس وده أصل المخادعة والمخادعة دي لا تكون إلا بسبب الجهل لا تكون إلا بسبب الجهل وربنا سبحانه وتعالى إذا كان ذكر في القرآن كلمة الغرور في القرآن في 27 مرة 17 في الصور المكية و10 في الصور المدنية إلا إن حقيقة الغرور ربنا ذكرها في القرآن كتير جدا ووضح لنا إن كتير من الناس اللي أصيبوا بالغرور يعني سبحان الله هلكوا هلاك شديد جدا وصدوا عن الحق بصورة كبيرة جدا يعني مثلا تعالوا نشوف بعض النمزج علشان نفهم أكتر يعني إيه الغرور المبنى على المخادعة والجهل الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودة وبنينا شهودة ومهدت له تمهيدة ثم يطمعه أن أزيد كلا إنه كان لآيتنا عنيدة سأرهقه صعودة الآيات دي اللي نزلت في الوليد بن المغيرة اللي نزلت في الوليد بن المغيرة الآيات دي مشكلتها إيه مشكلتها إن هي بتعبر عن مرض ممكن يصيب ناس كتير جدا اسمه مرض الغرور الوليد بن المغيرة ربنا سبحانه وتعالى أعطى أموال كثيرة جدا أعطى الأموال وأعطى الأولاد وأعطى الذرية وأعطى الأراضي وأعطى بهيمة الأنعام أعطى الكثير جدا فهو لما نظر إليها خدعته هذه النعم فقال إن الله عز وجل لا يعطي هذه النعم إلا لمن أحب وطالما أن الله أكرمني في الدنيا فإن الله سيكرمني في الأخرة فنليه عند ربنا سبحانه وتعالى شأنه فهو اغتر بالنعم خدعته النعم وظن إن ربنا لما أعطاه النعم إنه لوم كان عند ربنا سبحانه وتعالى وبالتالي دا دفعوا إنه يعاند آيات الله إنه كان لآياتنا عنيدة سأرهقه صعودة لما ربنا اداله النعم دي قال لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يعذبني فعاند آيات الله كفر برسول الله فكانت النتيجة ربنا قال إن هذا الإنسان سيهلك في الأخرة هلاكا شديدا مع الهلاك اللي هيصيبه في الدنيا ليه إنسان اغتر النعم خدعته النعم خدعته فللأسف بدل ما يخضع لله عز وجل أمام هذه النعم لا هو خدع بهذه النعم غرته النعم وده قول الله سبحانه وتعالى وغرتهم الحياة الدنيا فالمفترض إنه كان يخضع لله لا ده تكبر على الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى في شأن أهل الكتاب من قبلنا فخلف من بعدهم خلف وده النموذج التاني فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا مين دول بقى؟ دول اليهود دول اليهود دي نزلت في اليهود جماهير مفسرين بيقولوا يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لها بيقولوا إن الآية دي نزلت في قضاة اليهود يعني إيه نزلت في قضاة اليهود؟ قال سعيد بن جبيج كانوا يرتشون في الحكم كان في ظالم ومظلوم الظالم يدفع فلوس فالقاضي لم يجي يحكم يحكم إن المظلوم هو الظالم والظالم هو المظلوم كانوا يرتشون في الحكم طب إيه إيه اللي يخليهم يأعوا في المصيبة دي يقولون سيغفر لنا إن الله عز وجل غفور رحيم فاغتروا برحمة الله عز وجل فوقعوا في معصية الله سبحانه وتعالى أحد أقولوا ربنا غفور رحيم وربنا سبحانه وتعالى ورحمته وسعت كل شيء وربنا غفور رحيم فكانت فكان هذا الغرور والاعتماد على رحمة الله خدعتهم رحمة الله من وجهة نظره إن رحمة ربنا واسعة وربنا غفور رحيم فبالتالي إحنا نعصي ربنا سبحانه وتعالى وده نموذج تاني ربنا ذكره في القرآن عن مخادعة حصلت لأقوام بنيت على الجهل فكان هو بيعصي ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ لأنه مغتر اغتر برحمة الله سبحانه وتعالى أنموذج تالت قارون أنموذج لإنسان الغرور فعلا كان ما لألبه المرض ده كان ما لألبه هذا الإنسان الذي ظلم موسى عليه الصلاة والسلام وظلم قومه وتكبر وتمرت في الأرض وعصى الله سبحانه وتعالى ومنع حق الله عز وجل في ماله اللي هو الزكاة قال الله سبحانه إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ولو جينا سألنا نفسنا هو ليه؟ ليه عمل كده؟ وإيه معنى فبغى عليهم؟ قال أهل التفسير بغى عليهم يوم ما صلت امرأة من والعياذ بالله عاهرات بني إسرائيل على موسى إنها تقول وتشيع في بني إسرائيل أن موسى زن بها فكان هذا من البغي فبغى عليهم أي منع الزكاة ما له فبغى عليهم فبغى عليهم كان يحتكر السلع فيظلم الناس ويبيع السلع بأموال غالية جدا فبغى عليهم فبغى عليهم بأخلاقه دي الأقوال اللي وردت فبغى عليهم